بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين نواصل مع الإمام العلامة القاضي عياد رحمه الله تعالى ومع كتابه الشفاء وقد وصلنا إلى الفصل التاسع من الباب الأول فيما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ما جاء في هذه الصورة المباركة من بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى وقد وقفنا عند قول الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر رضي الله تعالى عنهم وعن أبائهم في ذلك وهو يحدثنا عن نعمة الله تعالى ومنته على نبيه عليه الصلاة والسلام قال من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبة وقد ذكرنا في لقائنا السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام هو حبيب الله وهو خليله وأقسم بحياته وقد تحدثنا عن ذلك ونسخ به شرائع غيره وقد ذكرنا أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الخاتمة الناسخة لكل الشرائع التي نزلت قبله عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى المحل الأعلى وهي سدرة المنتهى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى كما جاء وصف ذلك في القرآن الكريم في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في مدح بصره عليه الصلاة والسلام فبصره وهو يترقى في تلك المراقي الساميات ويعرج ذلك العروج الذي لم يعرجه أحد من قبله عليه الصلاة والسلام ما زاغ بصره ما ضعف بصره وما تردد وما تغى عليه الصلاة والسلام فما تجاوز حده الذي حده الله تعالى له وهو سيد المتعدبين مع ربه سبحانه وتعالى قال وبعثه إلى الأسود والأحمر أي أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص قوما دون آخرين فهي ليست خاصة بالعرب دون غيرهم بل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة للعربي والعجمي ولكل الناس جميعا إلى قيام الساعة فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة عامة ورسالته رسالة عامة لا يختص بها قوم دون آخرين وقد كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسلا قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبعض هؤلاء الرسل كانت دعوتهم أو بعض هؤلاء الأنبياء كانت نبوتهم ورسالتهم ودعوتهم لأقوامهم خاصة دون غيرهم من الأقوام أما بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تختص بقوم دون آخرين ولا بأمة دون آخرين ولا بقبيلة دون آخرين فهو عليه الصلاة والسلام المبعوث للعرب والعجم وللأسود والأحمر قال وأحل له ولأمته الغنائم كذلك هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرامة هذه الأمة وكرامة رسول هذه الأمة على الله سبحانه وتعالى أن الأمم السابقة كانت الغنائم لا تحل لهم فإذا قاتلهم غيرهم أو قاتلوا غيرهم وغنموا غنائم كانت هذه الغنائم تتلف ولا يحل لهم أن يأخذوها أما في أمة النبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى أحل لهم الغنائم بل جعل الغنائم من أطيب المال الذي يتكسبه المؤمن وجعله شفيعاً مشفعاً نعم والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشفاعة العظمى صاحب المقام المحمود وله شفاعات كثيرة عليه الصلاة والسلام يشفع للبشرية جميعاً ليبدأ الله تعالى الحساب في أرض المحشر ثم يشفع كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمة عليه الصلاة والسلام فيشفع لأمته ويشفع حتى للعصاة منهم ليستنقضهم من عذاب الله وسخته صلى الله عليه وسلم وشفاعته عند الله سبحانه وتعالى مقبولة عليه الصلاة والسلام وسيداً ولد آدم كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم وقرن ذكره بذكره فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الأذان أو في الإقامة أو في الصلاة أو في كل الأذكار والأوراد التي نأتيها فيها ذكر لله تعالى وفيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه برضاه كذلك فربنا سبحانه وتعالى لا يرضى على عباده إلا أن يكونوا تبعا لرسول الله مقتدين مهتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي الله سبحانه وتعالى يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لأن هواه عليه الصلاة والسلام كان تبعا للحق ولما جاءه من الحق سبحانه وتعالى وجعله أحد ركني التوحيد فشهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وهو ركنها الأول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم انتقل بنا القاضي عياض إلى موضع آخر من سورة الفتح عند قوله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يقول يعني بيعة الردوان أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إنما يبايعون الله تعالى ببيعتهم إياك وبيعة الردوان كانت هذه البيعة في السنة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا بعد أن رأى في بنامه أنه يدخل مكة وأنه يتسلم مفاتيح الكعبة فأخبر أصحابه بذلك واستبشر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وبشر أصحابه ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه قد عزم على الخروج إلى العمرة وكان ذلك في السنة السادسة من هجرته عليه الصلاة والسلام أي بعد ست سنوات من خروجه من مكة عليه الصلاة والسلام عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج معتمرا وخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن استخلف في المدينة على المدينة سيدنا عبدالله بن أم مكتوم وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستخلفه في المدينة وليأم الناس في الصلاة ويدير شؤون المدينة المنورة وخرج عليه الصلاة والسلام وخرجت معه زوجته سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وخرج معه كذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام حوالي أكثر من أربعمائة وألف من أصحابه عليه الصلاة والسلام ولم يخرجوا لقتال إذنما خرجوا معتمرين وكانت من عادة قريش أنها لا تمنع أحدا عن البيت كل من جاء حاجا أو معتمرا يدخل الحرم ويدخل البيت ولا يمنع منه هكذا كانت عادتهم تعظيما لبيت الله الحرام ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خرج مع أصحابه مع ما بينه وبين قريش من العداوة كان يعلم أن قريش كما هي عادتهم لا يمنعون أحدا من الدخول إلى مكة ومن الاعتمار فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه أصحابه ولم يكونوا يحملون سلاح المقاتل بل كان معهم سلاح المسافر لأنهم لم يخرجوا لقتال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولكن قريش لشدة عداوتها للنبي عليه الصلاة والسلام خالفت عادتها وعادات العرب أنذاك وقررت أن تمنع النبي عليه الصلاة والسلام وأن تمنع أصحابه من دخول مكة المكرمة وهنا كان هذا الفعل مما يستشنع ويستقبح في قريش ولكنهم فعلوا ذلك لشدة بغضهم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وكان دعا سيدنا عمر ليرسله فسيدنا عمر أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان لأن له منع أكبر في قريش وهو من بني أمية فأرسل سيدنا عثمان ودخل سيدنا عثمان مكة المكرمة ليفاوض قريش ويخبرهم بسبب مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأتي لقتال إنما جاء معتمرا وقد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام لم يأتي لقتالهم فدخل سيدنا عثمان مكة المكرمة وحدث سادة قريش في هذا الأمر لكنهم لم يقبلوا أن يأذنوا لرسول الله وأصحابه بالدخول وعرضوا على سيدنا عثمان أن يطوف بالبيت ولكنه امتنع وقال لا أطوف بالبيت إلا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإغطاضت قريش لذلك وحبست سيدنا عثمان أي منعوه من الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأشاعوا الخبر بين الناس أنهم حبسوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ولعلهم فعلوا ذلك لتهديدا وتخويفا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأشيع أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل فلما وصل هذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه إلى أن يبيعوه وكانت هذه البيعة التي سميت بعد ذلك ببيعة الرضوان وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه البيعة أن لا يفر عنه عند لقاء العدو وأن لا يولوا الأدبار وقيل بايعوه على الموت عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام عندما سمع وبلغه أن سيدنا عثمان قد قتلته قريش لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرح مكة المكرمة حتى يناجز القوم حتى يقاتلهم لأجل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك أي في هذه البيعة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني معية الله تعالى معهم قال يد الله فوق أيديهم يريد عند البيعة وقيل قوة الله وقيل ثوابه وقيل منته وقيل عقده وهذه السعارة وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع وهو النبي عليه الصلاة والسلام فكانت البيعة وكان لهؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند الحديبية في بيعة الرضوان هؤلاء كان لهم فضل وشرف ومنزلة عند أهل الإسلام فهم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر بعض علماء الإسلام صاحب الجوهرة نظم في ذلك في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومراتبهم أن أفضلهم هم من تولوا الخلافة وهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة ثم يأتيهم بعد ذلك تمام العشر المبشرين بالجنة ثم بعد ذلك أهل بدر ثم بعد ذلك أهل وحد ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان ثم السابقون أو بقية المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة يليهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام العشرة فأهل بدر العظيم الشاني فأهل أحد بيعة الرضوان أي أهل بيعة الرضوان هؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا كذلك فيه بيان لمعية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنه معه في كل ما يصول ويجول وكل ما يفعل ويذر وكل أحواله وشؤونه في حربه وفي سلبه كان الله سبحانه وتعالى معه يؤيده وينصره ويقويه ويعينه نقف إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليكون لنا حديث في هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين